السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد تعالوا معي نشوف طريقة الرز بالخلطة والحمام المحشي إن شاء الله هتعجبكم معي الفيفل الألوان ده كنت مفرزة معاكم وبسر المفروم ونص كيلو من الكباد والقوانس ونص كيلو من الرز هنقطع طبعا الكباد والقوانس الأول وبعدين الكبدة كزا ما انتو شايفين معي تاخدش وقت خالص معي هنا التوابل كركم فيلفل أسمر وشطة وكمون ورق لورة وملح وفص من التوم هنزل كده بشوية زيت زمانتو شايفين كنسخرون كويس قوي ننزل عليهم بالبصل هنشوحهم مع في الزيت كده ياخدوا كده تشويحها وننزل عليهم بفص الطوم المفروم هنزل بالقوانس ونقلبها كويس قوي قوي مع البصلة زمانتو شايفين كده عشان هي بتاخد سوى عن الكبدة طبعا الكبدة احنا عارفين نبتاخدش سوى خالص زمانتو شايفين كده نديها تسوية كده على النار هنا باوري لكم معي الحمام كده المتفرس كده عندي في الفريزر غسلة ومنوظفها زي الفل ومطلعها ايه يفك كده على ما نعمل الرز والخلطة معيك لسه متجمي ده زمانتو شايفين بتمنى تجربوا الخلطة دي ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة وهنا معي الكبدة والاونس بزعت الحمام مطلعها عشان نعمل بها رز ومعي الكبدة وملاحظك وملاحظك ستتتوتر الشجاح الاكل وملاحظك ملاحظك سهنا الاكلا بتذكر وملاحظك وملاحظك فاركلا زي ما انتم شايفين كده. نصلى على النبي نقول الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما خياتش وقت خالصة هي وتشوحت على طول. هننزل كده بالتوابل شطة وفلفل اسمر. شوية من الكمون. هنقلبهم كده مع البصلة زي ما انتم شايفين. طبعا ليه عشان احنا هنزود رز هنا فميبقاش في زفرة خارس في الاكل. اعملوا الطريقة دي زي ما انتم شايفينها كده وان شاء الله هتعجبكو. هنشوحها كده كويس مع البصل. ما مخدناش وقت خالص. هتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان لو نزلت اي فيديو تشوفوه. تنسوش اللايك. نزلت كده بالفلفل الالوان المتفرز. زي ما انتم شايفين كده على الكباد والاوانس. هرجعوا الفيديو لأكلة الحلال واحدة هتعرفوا انا عملته ازاي. زي ما قلتلكو اي حاجة عندنا بنزود عليها في الالوان واجهز معيها ما خدش يوقتي خالص. هنشوحوا كده كويسة هم مع الكباد والاوانس وبيدي لون شكل حلو في الاكل وطعم حلو. هنقلبه كده هنزل بالرز. ده نس كيلو من الرز زي ما قلتلكو. هنشوحهم مع بعد كده. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكو. نلازم نديها تشويحها كده عشان يرى طلع الرز مفلفل معي. ما خدناش وقت خالص اهو والرز كان خلاص كده. هننزل بقى بالملح. ما انتم شايفين معايا كده. والكركم. طبعا الكركم هو اللي هديني اللون بتاع الرز بالخلطة اللون الاسفر دوت على طريقة المحلية. ان شاء الله يعجبكو. هنقلب كده معاكم. نديها تقليبة كده. عشان يبكركم كده يا لونه يعمل كده على الرز ويطلع اللون طبعا اللي نعرفينه اللون الاسفر الحلو ده. احنا قولنا كده نعمل تغيير كده ونعمل اه اكلة كده تغيير كده في الاسبوع. الرز بالخلطة ده عمل نامي على الحمام. وماشاء الله هتاكلة حلوة قوي وان شاء الله جربوها وتعجبكو. انا كده عندي ميا مغلية هنزل بها على الرز. اه اه بقى فوق الرز كده على طول. لو محتاجين اللي احنا عايزين مية تاري نزود. يعني كل واحد عارف طبعا الرز اه قدامه وبعارف هو يعمل ايه. او عايز كمية اه مياه ايه وكده. بس كده. هنسيبه بقى استوي كده زي ما انتم شايفين معايا. وعلى ما يستوي الرز هنروح بقى نشوف هنعمل ايه في الحمامة. الرز استوى هوا. وفلفل وطعمه جميل. وجربو ان شاء الله الاكلة هتعجبكو. ان شاء الله يعجبكو الاااااااا الاكلة بتاعت النهاردة. هنا كده حطيت ميا للحمام. وعمل رز اه شوحت بصلة وانزلت بالكوتو الاونس بتاعت الحمام. وانزلت عليها بالرز شوحتها تشوح صغيرة وهحشي بقى الحمام كان فكي معايا خالص. زي ما انتم شايفين كده. هحشي كده الحمام. مش ياخد معايا وقت. طبعا عشان متنظف والحمد لله يعني وعمله من قبل كده متعبنيش خالص هنا هجي كده بين الجلد واللحمة كده هتدخل فيها رز برضو نحشيها من هنا انا حاولت كده في اول واحدة اللي انا هفتح الجلد من فوق كده من عند السدر فالجلد تقطع معايا طبعا الجلد بتاع الحمام خفيف جدا ما بيستحملش اللي احنا نعمل كده فيه بايدنا وكده فاحنا ايه نحاسب على قد ما نقدر وجيت هنا عند الجلد اللي من فوق ده عند الزور برضو حشيته كده رز بربطه كده من فوق من عند الرقبة عشان الرز ما يطلعش منه هاجي بقى هنا ايه اخيات معاكم عاملة طبعا ابرة وخيط هنا عشان الرز ما يطلعش وانا بسلق زي ما انتم شايفين كده ما خدش هو وقت والرز ما خدش وقت خالص هو انا شوحت البصلة نزلت عليها بالكبد القوانس اتشوحت وانزلت عليها بالرز حطيت ملح وفي الفلسمر بس ما عملتش غير كده طبعا لان الرز دي لست هيستوي مع الحمام بس الاحسن يعني اللي تكونوا ممكن اقعوا الرز شوية كده قبل ما تعملوا ما خدش وقت اهو الحمد لله وعملت اهو اول واحد اهو زي ما انتم شايفين كده ما خدتش وقت خالص فاحنا عشان نبقى عارفين بس ان الجلد ما نقدرش نعمل فيه بادينا كده عشان ما تقطعش والحمام يبوز من وخيطوا كده زي ما انتم شايفين كده من تحت اهو بالخيط والابرة مخدش معي وقت اهو خلصنا كده هنقطع بقى الخيط كده بالسكنة زي ما انتم شايفين ونربط طبعا من فوق من عند الرقب عشان الرز اللي احنا حطناه من فوق ما يطلع عشف وهي طبعا بتتسلق اه كمية الرز دي تضاعف فهتطلع كده من من الحميم زي ما انتم شايفين اهو ما خدناش وقت خالص اهو الحمد لله تعمل على طول واركوا هنا بقى طريقة الخيط دي اعملها ازاي الحركة دي عشان انا بربطها عادي هوا بيقول لي لا بتطلبك كده ما فيش مشكلة يعني لدي نتعلم زي ما انتم شايفين كده معي بس كده حشينا الحميم بخدش وقت معنا خالص الحمد لله بالمي يتغلي اهي والماء بتغلي اهي لازم تبقى طبعا مغلية كويس او هننزل كده بالحمام هنخطي الكمية اللي معايا هنزل بس لازم طبعا لو معايا كلمية كبيرة يبقى الحلة كبيرة شوية هننزل كده بالحمام كله ومشاء الله زر الجرز على الكل شان ينزل لكم كل جديد حطينا الحمام كله كده هوا مشاء الله وغطينا عليه بقى وسبنا يستوي طبعا عشان يعرف هيستوي ازاي هنجيب شوكة او سكينة نحطها في السدري كده هنلاقيها على طول دخلت كده بسفولة يعني نعرف كده اللي هو ايه طبعا يستوي نقطع عليه خلص ما نستعجلش ونسيبه يكمل سوي عشان نبقاش من جوه كده في اي حاجة دايقنا لما نيجي ناكله بس كده ومسخنا الزيت معايا طلعنا طبعا الحمام ونحمره كده زي ما انتم شايفين طبعا الحمام رازم يتحمر كده في الزيت ما هو ما شاء الله زي ما انتم شايفين معايا كده وانحنا بنتكلم كده ما ننساش ايه ذكر الله ونقول لا اله الا الله ونصلى على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام الحمام تدع معايا هو زي الفل ما شاء الله ونرز بالخلطة واكلة ما هو تغيير كده ويا رب الاكلة تكون عجبتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته